مرحباً الكتاب الذي اخترناه لكم اليوم هو رواية ساق البامبو رواية جميلة حقاً تعتبر من أهم وأشهر ما عرف للكاتب الكويتي سعود السنعوسي حول ماذا تدور أحداث هذه الرواية؟ تقدم الرواية أدب رصين في نقد بعض الظواهر الاجتماعية في دول الخليج وخاصة في الكويت حيث تدور أحداث الرواية فيما يتعلق بموضوع العمالة، حقوق العمال ومسألة الصراع بين هويتين مركبتين تستمر الحبكة باستمداد بعض أحداثها من الواقع السياسي كحرب العراق والكويت وبعض الأحداث الرياضية حيث جسد الكاتب سعود السنعوسي عبر الرواية مذكرات لشاب كويتي فلبيني اسمه عيسى أو هزي والذي جاء من زواج سري مؤقت ومختلط بين والده الكويتي الذي ينتمي لطبقة المثقفين والناشطون السياسيين ميسوري الحال واسمه راشد ووالدته الخادمة الفلبينية الفقيرة التي تعمل في بيتهم واسمها جوزافين بسبب رفض العائلة القاطع لهذا الزواج والولد فقد رحلت جوزافين لبلدها وسكنت في بلدتها مانيلا مع ولدها الذي عاش في فقر شديد حتى سن النضج بعد ذلك يقرر عيسى العودة للكويت والبحث عن هويته والمطالبة بحقوقه غير أن وفاة والده في حرب الخليج من خلال حبكة الرواية يزيد من تعقيد مهمة عيسى في محاولة إقناع مجتمعه وعائلة والده به يفشل عيسى في نهاية المطاف بالمهمة التي سعى لها ويستبداد هويته واحترامه وحقوقه وعائلته كأي مواطن كويتي يعود بعدها للفلبين حاملاً معه فقط حفنة من تراب والده الذي لم يره أصلاً عكست الرواية في جزء كبير منها نفوذ الجدة وتسلطها وهي كبيرة عائلة الطاروف ورفضها رؤية حفيدها الوحيد واعتباره عاراً يجب التخلص منه وإخفاؤه الرواية كذلك تستحق حقاً للطلاع لجرأتها بتسلط الضوء على معاناة فئة كبيرة في المجتمع فئة البدون أي أولئك الذين لا يحملون أي أوراق أو إثباتات على جنسيتهم وذلك من خلال شخصية غسان صديق والد عيسى الذي خدم في الجيش الكويتي ومع ذلك لا يمتلك الجنسية الكويتية وكذلك تعبر الرواية بجرأة عن معاناة العمال الأجانب في الكويت ومسألة التدين في المجتمع المختلف عن الدين في الواقع وكذلك تفننت الرواية في إعطاء لمسة ذات بعد ثقافي وجمالي للفلبين وكأن الكاتف فعلاً قد قضى شطراً من حياته هناك الرواية حازت على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر لعام 2013 من أجمل الاقتباسات التي جاءت في الرواية الاقتباس على غلافها لماذا كان جلوسي تحت الشجرة يزعج أمي؟ أترها كانت تخشى أن تنبت لجذور تضرب في عمق الأرض ما يجعل عودتي إلى بلاد أبي أمراً مستحيلاً؟ ربما ولكن حتى الجذور لا تعني شيئاً أحياناً لو كنت مثل شجرة البامبو لنت ما ألها نقططع جزءاً من ساقها ونغرسه بلا جذور في أي أرض لا يلبث الساق طويلاً حتى تنبت له جذور جديدة تنمو من جديد في أرض جديدة بلا ماض بلا ذاكرة لا يلتفت إلى اختلاف الناس حول تسميته كويان في الفلبين، خيزران في الكويت أو بامبو في أماكن أخرى وكذلك اقتباس جميل الحزن مادة عدمة اللون غير مرئية يفرزها شخص ما تنتقل منه إلى كل مكان حوله يرى تأثيرها على كل شيء تلامسه ولا ترى الكلمات الطيبة لا تحتاج إلى ترجمة يكفيك أن تنظر إلى وجه قائلها لتفهم مشاعره وإن كان يحدثك بلغة تجهلها إننا كويتيون وقت الضرورة وحسب يصبح الإنسان منا كويتي وقت الأزمات ثم سرعان ما يعود للتصنيفات البغيضة ما انتهدأ الأمور وأنتم؟ ماذا عنكم؟ عند البحث عن موضوع معين هل تفضلون قراءة رواية أم مشاهدة مسلسل أو حتى وتأقي حول ذلك؟ أخبرونا بذلك في التعليقات إن كانت ساق البامبو قد نالت إعجابكم فلا بأس أن تشاركوا هذه القصة مع أصدقائكم وتوقعوا ماذا قد تكون قصتنا القادمة إلى اللقاء